استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة جهود مصر المستمرة لاحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة خاصة في ظل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة عبر بزل المساعي لوقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وتنول الاجتماع موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي تتواصل على مدار ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية يناير الجاري وتم مدها لثلاثة أشهر كمهلة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين كما استعرض رئيس الوزراء نتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم حول نظام ستمل التعليم في مصر